اشتركوا في القناة وما يتضح في عنوانها رعاية المملكة للحقوق وتوفير البيئة الصالحة لها ويتكرم بادارة هذه الجلسة سعدة الدكتور يوسف بن صالح الحديثي مستشار سمو وزير الثقافة وأستاذ القانون الخاص المساعد بكلية الحقوق بجامعة طيبة وتتفضل بالتحدث فيها سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود وسيتكرم أيضا بالحديث في هذه الجلسة معالي الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس جامعة الأمير مقم بن عبدالعزيز آل سعود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صاحب السعادة الدكتور إبراهيم بن سليمان الرزحان الغامدي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة أصحاب وصاحبات السمو أصحاب المعالي والسعادة الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أتقدم نيابة عن جامعة طيبة ممثلة بسعادة الأستاذ الدكتور سلطان بن زيد العمري رئيس جامعة طيبة المكلف ونيابة عن كلية الحقوق بالجامعة ممثلة بسعادة الأستاذ الدكتور راضي بن صياف الحربي عميد الكلية بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة على إتاحة الفرصة للجامعة وكلية الحقوق بالمشاركة في هذا الملتقى في يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألف وثلاثمائة وسبع وأربعين للهجرة أعلن بلاغ رسمي للناس من جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه جاء فيه إن صاحب الجلالة الملك يعلن للناس كافة أن من كان له ظلامة على كائن من كان موظف أو غيره كبير أو صغير ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه وأن من كان له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكايات مفتاحه لدى جلالة الملك فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق ثم اختتم البلاغ وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء والناس كلهم كبيرهم وصغيرهم أمامه واحد حتى يبلغ الحق مستقرة والسلام فعلى نهج العدل المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء رسم الملك المؤسس قدس الله روحه أنظمة الدولة وعهد إلى كل من تولى ولاية بالالتزام بها وبذلك توثَّق الدعائم العدل في أرجاء البلاد ورسَت الحقوق في مفاصل الدولة وعلى ذات المنهج درج أبناؤه الملوك البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله وفي هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود أدام الله عزة استمرت العناية بقيم العدالة ومبدأ حفظ الحقوق وتجسدت من خلال توجيهاته أطال الله بقاءه بمراجعة الأنظمة وتطوير البيئة التشريعية حيث أكد حفظه الله على ذلك بقوله إن العمل المستمر على مراجعة الأنظمة وتطويرها سيكفل لجميع المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين حصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة والمملكة العربية السعودية حرسها الله تشهد اليوم نهضةً حقوقيةً يلحظها القاصي والداني بمتابعةٍ حثيثةٍ وإشرافٍ مباشر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أيَّده الله الحضور الكرام في هذه الجلسة سيُسلِّط ضيوفها الأكارم الضوء على رعاية المملكة العربية السعودية للحقوق وتوفير البيئة الصالحة لها من خلال المحاور التالية المحور الأول رعاية الدولة لحق الأسرة المحور الثاني البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية ودورها في رعاية حقوق الإنسان المحور الثالث رعاية الدولة لحقوق المرأة والمحور الرابع النقلة النوعية في البيئة التشريعية وأثرها في رعاية الحقوق ضيوفنا في هذه الجلسة صاحبة السمو الأميرة الدكتور الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود الأميرة الجوهرة حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الأداب علوم اللغة العربية تخصص النحو الصرف تدرجت سموها في العمل الأكاديمي في قسم اللغة العربية وأدابها في كلية التربية للبنات في الرياض معيدة فمحاضرة ثم أستاذا مساعدا تولت عمادة كلية التربية للبنات في الرياض ثم وكيرة مساعدة للشؤون التعليمية بأكالة كلية البنات وعينت كأول مديرة لجامعة الأميرة نورة بن عبد الرحمن في الفترة من العام ألف أربعمائة وثمانة وعشرين وحتى ألف أربعمائة واثنين وثلاثين رأست فريق العمل النسائي الذي كلف بإعداد تقرير المملكة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة أشرفت وشاركت في الإشراف على العديد من الرسائل من رسائل الماجستير والدكتوراه كما شاركت في الحكم ومناقشة بعض رسائل الماجستير والدكتوراه وهي الآن عضو في المجلس الإشرافي لتنسيق الأعمال الإثرائية والتطوعية النسائية للحرمين الشريفين ولسموها مساهمات في خدمة المجتمع عبر إلقاء المحاضرات والندوات الثقافية والعلمية ضيفنا معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار معالي الدكتور حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك السعود مع مرتبة الشرف الأولى وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إنديانا ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لفبرا درس الاقتصاد في جامعة الملك السعود والملك عبد العزيز شغل منصب وكيل كلية الاقتصاد والإدارة ونائب مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي اختير عضواً في مجلس الشورى في دورة الثانية عام 1419 استمرت عضويته لمدة ثلاث دورات ثم عين نائباً لرئيس المجلس ترأس معاليه لجنة الشؤون الخارجية في المجلس وعضوية العديد من اللجان شكل الدكتور بندر مجلساً تنسيقياً لمراقبة أول انتخابات بلدية في المملكة وترأس المجلس التنسيقي للانتخابات من المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وترأس الجمعية لمدة خمس سنوات عين وزيراً للحج في الفترة من العام 1433 وحتى 1437 كما كلف في عام 1436 وزيراً للإعلام بالإضافة إلى عمله كوزير للحج انتخب رئيساً للبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات منحته الجمهورية التونسية والسنغال والنيجر أعلى الأغسمة في تلك الدول نظير جهوده في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية منها فباسمكم أرحبوا بصاحبة السمو الأميرة الدكتور الجوهرة بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود ومعالي الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس جامعة الأمير ميغرين أتوجه إلى سمو الأميرة سمو الأميرة النظام الأساسي للحكم الصادر بأمر ملكي عام 1412 أسس مبدأ رعاية الدولة للحقوق ومن ذلك رعايتها للأسرة أترك المجال لسموكم للحديث عن هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم كتابه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على هذه البشرية ومعلمها سيدنا محمد خاتم النبيين المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أصحاب السمو والمعالي والسعادة أبنائي وبناتي الطالبات أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أتوجه بخالص الشكر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمى بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة على توجيه الدعوة الكريمة التي توجهها لي سموه لحضور هذا الملتقى والشكر موصول لجميع العاملين في إمارة المنطقة المدينة المنورة وللمنظمين بهذا الملتقى قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى واجعلناكم شعوب وقبائل يتعارفوا إن أكرمكم عند الله يطقاكم إن الله عليم الخبير الحقيقة الحقيقة الغد أولت حكومات المملكة العربية السعودية على مر العصور اهتماما كبيرا بالأسرة لذلك لقد نص النظام الأساسي للحكم على أهمية الأسرة في كيان الدولة التي نصت المادة التاسعة على أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولؤل الأمر واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخ المجيد كما نصت المادة العاشرة على أن تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لها لتنمية إمكاناتهم وقدراتهم وعليه فقد تم إنشاء مجلس مخصص لشؤون الأسرة ويعتبر امتداذا لحرص واهتمام الدولة بكيان الأسرة السعودية وأفرادها وكونها النواة الأولى الأساسية للمجتمع من أهم أهداف هذا المجلس تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا الثاني التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها الرابعا تعويض المجتمع بأهمية قضايا الأسرة وأخيرا تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة وضرح الحلول لمعالجتها ويعتبر إنشاء مجلس للأسرة نقلة نوعية في مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي في المملكة وعملا مؤسسيا جادا تكون مخرجاته تمكينا ودعما لكل فئات المجتمع بشكل يتوافق مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي راعي التنوع والشمولية ويقوم المجلس بأدوار مهمة مثل تنظيم وتنسيق كافة الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية والأهلية والأهلية في الشأن الأسري والإشراف عليها لتتكامل مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين حتى تتحقق مستهدفاتها في بناء مجتمع حيوي ينعم بالاستقرار والرفاهي ويتسم بالقدرة على مواجهة الدحديات والتحولات ويحمي كافة مكوناته من المخاطر المهدتة لدور الأسرة وكما هو معروف فإن مجلس الأسرة يتكون من عدة لجان لجنة الطفولة وتعنى بالطفل منذ الولادة إلى بلوغ سن الثامن عشر لجنة بغض النظر عن حالة الصحية أو الاجتماعية أو المالية لجنة كبار السن ولجنة المرأة ولجنة الحماية الأسرية والجدير بالذكر فإن جميع أنظمة المملكة تعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال وتوفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيا وبدنيا وأن نظام حماية الطفل في المملكة جاء ليضمن حماية الطفل من جميع أشكال العنف هذا وقد صدر مرسوم ملكي خاص بنظام حماية الطفل وذلك في يوم الثالث من شهر سفر عام 36 و400 ألف للهجرة تضمنت بنوده تفصيليا كل ما يخص في حماية الطفل كما تقدم المملكة لذوي المعاقين لذوي الهمام المعاقين خدمات رعاية الشاملة لكل من هو بحاجة إلى رعاية بحكم حالة الصحية ودرجة عاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي وساهمت في توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة المعاق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية بهدف تمكينه من التوافق مع المتطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوا منتجا في المجتمع وأما بخصوص كبار السن تقدم حكومة المملكة من خلال الوزارة المعنية وهي وزارة المعارضة البشرية والتنمية الاجتماعية المسنين الرعاية الشاملة والصحية والاجتماعية والنفسية عبر دور رعاية الاجتماعية المنتشرة في مناطق المملكة والتي يبلغ عددها حوالي 12 دارا بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المسنين وأسرهم عبر وكالة الضمان الاجتماعي والأجهزة التعويضية من كراس متحركة وأثرة طبية وسماعات وغيرها وبرنامج رعاية المنزلية للمسنين داخل إطار الأسرة من خلال برنامج زيارات متابعة لهم متابعة لهم وتشارك الوزارة ومجلس سؤون الأسرة في صياغة نظرام حقوق الكبار السن والذي يساهم بشكل فعال في حصد حقوق كبار السن وحمايتهم من الإيذاء وتوفير أفضل خدمات لهم شكرا سمول أميرة معالي الدكتور أشارت سمول أميرة إلى دور الدولة في حماية الأسرة والأسرة التي تعتبر المكون الأساسي للمجتمع كما وصفها سمول العهد في تصريح سابق فمن نواة المجتمع التي حمى حقها النظام إلى دور الدولة في حماية حقوق الإنسان كيف يرى معاليكم دور البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية في رعاية الدولة لحقوق الإنسان شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أود أن أشكر القائمين على هذا الملتقى وتنظيمه والواقع أن هذا الملتقى مهم جدا لأنه يعمل على رفع مستوى التثقيف والتوعية بالحقوق والواجبات وهذه تؤدي إلى احترام الأنظمة والقوانين واحترام الأنظمة والقوانين يؤدي إلى المحافظة على مكتسبات الوطن وخلق جيل واعي وملم في حقوق واجباته وأنا أرى أنه يريت أن الوزارات الأخرى أيضا كلا فيما يخصه تقوم بتوعية المستفيدين من هذه الأنظمة وزارة التجارة وزارة الصناعة وزارة العمل إلى آخره لأنه شاعة التثقيف والتوعية بهذه الأنظمة والقوانين واللوايح والإجراءات والسياسات مهم جدا في احترام في خلق ثقافة احترام القانون وهذا محور مهم جدا الآن ننتقل إلى أنوان رعاية المملكة العربية السعودية للحقوق وتوفير البيئة الصالحة لها في الواقع هذا الأنوان بيحمل موضوعين مهمين الحقوق والبيئة الصالحة لها ونعني هنا بالحقوق هي الحقوق التي نص عليها النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412 وتشمل الحق في التعليم الحق في الصحة الحق في العمل حق كبار السن في مثل المرضى والعجزة في الحصول على الدعم المالي والدعم الأخرى من الدولة إلى آخر هذه الحقوق نص عليها النظام الأساسي للحكم في الباب الخامس تحت عنوان الحقوق والواجبات ولكن في المادة 26 في هذا الباب نصت صراحة أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وهذه نقطة مهمة جدا أن جميع الأنظمة واللوايح الصادرة في المملكة العربية السعودية هي محمية وفقا للشريعة الإسلامية عندما نأتي إلى الحقوق المنصوص عليها كحق العمل مثلا نقول أن الدولة في هذه الحالة حق التعليم بتوفر التعليم وتلتزم بمكافحة الأمية حق الخبار السن أن الدولة تحمي المواطن وأسرته في حالة الطوارئ وفي حالة المرض والعجز والشيخوقة وتشجع أيضا الأفراد والمؤسسات على المساهمة في الأعمال الخيرية حق الصحة منصوص عليها أيضا أن الدولة توفر الرعاية الصحية للجميع حق العمل الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل هذه الحقوق مجتمعة وغيرها من الحقوق التي جاءت في النظام الأساسي للحكم كما نلاحظ جاءت مقتضبة وبشكل عام ومبدئ لكن الدولة سنت أنظمة ولوائح تفصيلية توضح كيفية مبارسة الإنسان لحقوقه في هذا الجانب ومثلا حق الصحة جاء في سطر واحد في النظام الأساسي للحكم حق التعليم نفسه ولكن صدرت أنظمة بعد ذلك هذه الأنظمة بتوضح مثلا حق الصحة الرعاية الصحية بتوضح مثلا كيف تحصل المستشفى على التراخيص أصحاب المهن الصحية التأمين الصحي اللوايح للمحافظة على السرية المرضى مكافحة الأمراض المعدية وهكذا فجميع الأنظمة التي تسن في الدولة لتنظيم نشاط معين أيضا نجد أنها تسن أيضا لتوضيح دور وحقوق وواجبات العامل في هذا النشاط وعدم التعدي عليها سواء التعدي هذا كان من شخص طبيعي أو شخص معنوي أو حتى من أجهزة الدولة فهذه هي بصفة مختصرة موضوع الحقوق أما البيئة القانونية والتشريعية فهذه تشمل جميع الأنظمة بما فيها النظام الأساسي للحكم والمؤسسات واللوايح التي تصدرها هذه الأرض طبعا الأنظمة التي أقصد بها هنا مثلا نظام المرافعات الشرعية نظام العمل نظام السجن والتوقيف نظام الإجراءات الجزائية نظام المعاملات المدنية نظام الأحوال الشخصية نظام الجنسية هذه كل الأنظمة مع المؤسسات هي تمثل البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية من الذي يصدر هذه الأنظمة في الواقع هناك عندنا ثلاثة سلطات في المملكة السلطة التشريعية وممثلة في مجلس الشورى عادة هي التي تصنع وتصوغ الأنظمة ثم تناقشها في المجلس ومن خلال لجان مختلفة ثم ترفع بذلك إلى الملك والملك هو الذي يصدر النظام السلطة التنفيذية هي الأجهزة الحكومية المختلفة التي تنفذ الأنظمة والسلطة الرقابية هي التي تراقب تنفيذ هذه الأنظمة في الواقع رعاية المملكة لهذه الأنظمة لرعاية حقوق الإنسان يعني نحن لو لو تذكرنا كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة مجموعة العشرين والتي انعقدت في المملكة العربية السعودية وأنا كنت حاضر في هذه القمة باعتباري ممثل للبنك الإسلامي للتنمية كان جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الإنسان أولاً بمعنى أنه تجاوز ما هو منصوص عليه في الأنظمة واللوايح والمواثيق الدولية فالإنسان أولاً تعني الإنسان بغض النظر عن جنسيته عن أصله عن معتقده عن لونه وهذه طبعاً شواهد كثير على هذا الموضوع ولعلنا يعني نشاهد مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية التي وصلت يعني وصلت فوائده إلى المتضررين في مختلف دول العالم وامتداداً لهذا النهج نجد أنه صاحب السمو الملكي الأمير فياصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة ينشئ وقف الشفاء لحفظ كرامة وإنسانية المقيمين في المدينة المنورة والغير معهلين للحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية وغير القادرين على الدفع أو من ناحية مالية على العلاج في المستشفيات الخاصة أسس لهم وقف سمى وقف الشفاء وحتى الآن حصل أكثر من مئة مستفيدة على بوال استعمين للعلاج في المستشفيات العامة في المستشفيات الخاصة وتم إجراء عمليات تطوعية من أطباء في المملكة العربية السعودية لمقيمين في المدينة المنورة فهذا الامتداد الكبير للمحافظة ورعاية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هو يتجاوز ما هو منصوص عليه في الأنظمة والمواثق الدولية أيضا جاء في المادة ثمانية وعشرين من النظام الأساسي للحكم أن الدولة تشجع الأفراد والمؤسسات للمساهمة في الأعمال الخيرية المملكة في المدينة المنورة الآن في منطقة المدينة توجد أكثر من ثلاثمائة جمعية خيرية يساهم فيها الأفراد والميسورين لتقديم أيضا لتكملة جهود الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري فهذه مجتمع نحن لو نظرنا إلى رعاية الدولة لحقوق الإنسان أيضا البنك الإسلامي للتنمية على فكرة الذي يعني يقدم خدماته لسبعة وخمسين دولة خمسة وعشرين في المئة من رأس مال هذا البنك مقدم من المملكة العربية السعودية فلذلك نرى مساهمات ورعاية الحقوق تتجاوز حتى لدول أخرى يعني دول عندنا سبعة أربعة وخمسين دولة أفريقية تساعدها المملكة في مجالات مختلفة ولا أريد أن أطيل ربما أتوقف عند هذا البن شكرا لك ولا يخفى على شريف علم مع عليكم والحضور الكريم صدور الموافقة من السلطة التشريعية في المملكة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالمرسوم الملكي رقم تسعة عشر بتاريخ سبعة وعشرين ثلاثة ألف واربعمية وثلاثين كما لا يفوتنا في هذا الصدد الإشادة بما أشار إليه سمو الأمير فيصل في الجلسة السابقة من المادة السابعة لنظام المناطق الذي نص على أن أمير المنطقة يكفل حقوق الأفراد وحرياتهم سمو الأميرة المرأة عنصر أساس في الأسرة وفرد رئيس في المجتمع جاءت التشريعات في المملكة لحفظ حقوقها وصون مكانتها من خلال اطلاع سموكم للواقع كيف تجدون رعاية المملكة لحقوق المرأة الحقيقة تمت المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بالمرأة وحقوقها لذلك أنشأت عدة أشياء أنشأت أول شيء لجنة المرأة تتبع مجلس جؤون الأسرة تبحث في كافة الحماية للمرأة وتضاع الاستراتيجيات والتشريعات التي من شأنها تمكين المرأة في كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعداد خطة عمل وطنية للمرأة وبعد ذلك أنشئ المرصد الوطني للمرأة الذي يعمل على رصد متابعة مشاركة المرأة وذلك من أجل تفعيل المتابعة والرصد لكل ما يتعلق بشأن المرأة ويعد المرصد الذي يتبع جامعة الأميرة نورة بمثابة بيت خبرة وهو دعم لصناع القرار ولمؤسسات المجتمع المدني من خلال بناء وقياس مؤشرات دور المرأة في التنمية وتزويد الجهات المستفيدة بالبيانات والدراسات الداعمة لتعزيز مشاركتها في التنمية وتحديثها بشكل دوري ومراجعتها مع التشريعات والأنظمة منظومة الحماية الاجتماعية في النملكة وبرامجها الخاصة بسوق العمل وبرامج التأمين الاجتماعي وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي وتوفيرها على قدم المساواة بين المواطنين بما فيها خدمات التعليم والصحة فضلا عن حرص المملكة على تعزيز وضع المرأة الاقتصادي وإزالة الحواجز أمامها في سوق العمل وتضمن أبرز الأنظمة التي مكنت المرأة في سوق العمل ومنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل بالقيمة المتساوية وفقا للاءحة التنفيذية لنظام العمل السعودي صدر في عام 18 و2000 تعديل لنظام العمل بعدد من المواد التي تخص عمل المرأة يتساوى أمامها وأمامها الرجال والنساء في الحقوق والعجبات منها إعادة تعليف العامل للذكر والأنثى وللمواطن حق العمل للجنسين دون تمييز والمساواة في سن التقاعد ومنع صاحب العمل من فصل المرأة أثناء الحمل أو الوضع أو التمتع بإجازة الوضع منح الموظفة الحق في التمتع بإجازة وضع مدتها عشرة أسابيع مدفوعة الأجر وإجازة أمومها بحد أعلى ثلاث سنوات خلال خدمتها الوظيفية فضلا عن إلزام إصحاب العمل الذين يشغلون خمسين عامل فأكثر بتوفير مكان مناسب يوجد فيه عدد كافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات إضافة إلى حضر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأممة صدر نظام مكافحة جريمة التحرش وحماية المجن عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية كفلت الأنظمة في المملكة للمرأة حقها في التنقل والحركة داخل حدود البلاد وخارجها استناداً لما جاء في المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم حيث نص على أن توفر الدولة الأمنة لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد الصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام جواز السفر وتصريح السفر صدر في عام تسعة عشر والفين للميلاد قرار مجلس الوزراء بإجراء التعديلات على نظام وثائق السفر وبناء عليه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً من المواطنين من الجنسين تعديل أحكام نظام المرور واللائحة التنفيذية بما فيها رخصة القيادة في عام سبعة عشر والفين إصدار رخص القيادة بالذكور والإناث معاً على حد سواء وبلغت رخص القيادة الصادرة للسيدات أربع وعشرين وستمائة وأربع وسبعين ومئة ألف رخصة بنسبة أربع وثمانين واربعة عشر في المئة وقد جرت مراجعة النظام لصالح المرأة مراعاة لظروفها وطبيعتها وخصائصها وعلى مستوى برامج شبكات الأمان الاجتماعي تمثلت جهود المملكة في تقديم إعانات الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة وبرامج رعاية ذوي الإعاقة وبرامج الخدمات الصحية الأساسية ورعاية الأممة برامج رعاية الإيوائية والتأهلية المنزلية والبرامج التعليمية والقروض الاجتماعية والإنتاجية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعي بشكل متساوي لكل الجنسين برنامج حساب المواطن وبرنامج حافز للعاطلين عن العمل وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم خدمات دعم الإسكان لكل الجنسين مع تمكين المرأة من خلال تقديم تسهيلات لذعوات الأولوية القصوى كالمطلقات والآرامل والمرأة المعيلة لأسرتها من خلال منحهن نقاط إضافية تزيد من أوليتهن في الحصول على دعم الإسكان نظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جريمة التحرش ويجريمان كل ممارسة الإيذاء والتحرش بمختلف أشكاله صندوق النفقة وجاء صدور قرار تنظيم صندوق النفقة المطلقات والسماح للأم المطلقة بطلب سك إثبات حضانة من دون إقامة دعوة منح المؤهلات والمتخصصات في القانون رخصة مزاولة المهنة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لدعم حقوق المرأة السعودية إلى جانب حصول المرأة على دعم الدولة في ممارسة مهنة المحامات التي كانت حكراً على الرجال استحدثت وظائف قيادية جديدة المرأة لأول مرة للمشاركة في إدارة شؤون الحرمين الشريفين فتم تعيين مساعدة للرئيس العام وكيلات للرئيس العام ومساعدات في مختلف التخصصات التطويرية للحرمين الشريفين عززت المملكة مكاسب المرأة بالمشاركات في انتخابات المجالس البلدية كناخبة ومرشحة وفقاً للضوابط المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفازت المرأة في عام 15 والفين بعشرين مقعداً وأيضاً أعطيت الحق المشاركة في مبايعة خادم الحرمين الشريفين وكنت من تشرفت بمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله رحمه الله آنذاك زيادة نسبة التمثيل في أعضاء مجلس الشورى فضلاً عن حرص المملكة على المضي قدماً لدعم المرأة لضمان مشاركتها الكاملة في التنمية المستدامة والتعاون الدولي الذي يعزز تمكينها وشهدت المملكة عام 17 والفين للميلاد حزمة من المكاسب للمرأة السعودية ضمن رؤية المملكة عشرين ثلاثين تضمنت العديد من البرامج والقرارات والتشريعات التي تدعم تمكين المرأة ومنحها حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وغيرهما في المجالات العامة وسمح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بقرارات غير مسبوقة في سبتمبر عام 17 والفين للميلاد لأول مرة للمرأة السعودية منها قيادة السيارة وضمن الحقوق غير المسبوقة المرأة السعودية في عاد خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان إتاحة الخدمات للمرأة السعودية دون شرط موافقة ولي الأمر إضافة إلى السماح بمنح المرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوز 21 عاما وسن قانون تقليل معدلات زواج القاصرات بجعل زواج الفتيات الأقل من 17 سنة عام 17 سنة لا يتم إلا بعد تقديم طلب للمحكمة الخاصة ومن ذلك يتبين أن المرأة السعودية قد حظيت منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل شرط حفظه الله ولي عهد الأمين صاحب السمو الملك الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز من القرارات الملكية والأوامر السامية منها ما كان متصلا مباشرا بدعم دور المرأة ومنها ما كان ضمن منظومة المؤسسات الحكومية والأهلية بينما كانت رؤية المملكة 2030 بمثابة مشروع طموح للمرأة السعودية تحكي سصورة أكثر إشراقا لمكاسب المرأة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتأكيدا لحديث سموكم نستذكر جميعا مقولة للمقام الكريم حفظه الله حين قال حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية لتؤدي دورها في التنمية والبناء والتطوير من خلال تطوير قدراتها وبلورة دورها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وصولا إلى تسنم مراكز قيادية ورفيعة في الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية معالي الدكتور في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى قال أيده الله تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة كيف ترون أثر النقلة النوعية في البيئة التشريعية في المملكة اليوم في رعاية الحقوق وإرساء دعائم وقيم العدالة طبعا تحقيق رؤية المملكة 2030 تطلب مراجعة شاملة للأنظمة واللوايح وآليات عمل الأجهزة الحكومية والإجراءات والسياسات لضمان نجاح الرؤية ولذلك وجه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وجه الأجهزة المعنية بمراجعة الأنظمة واللوايح وكان من ضمن الأنظمة التي تم مراجعتها هي الأنظمة التشريعية والقضائية ثم صدرت أربع أنظمة رئيسية تعتبر نقلة تشريعية نوعية في تاريخ المملكة وهي نظام المعاملات المدنية وهذا النظام حوالي 720 مادة ونظام الأحوال الشخصية هذا النظام حوالي 252 مادة والنظام الإثبات والنظام الجزائي للعقوبات التعذيرية هذه الأنظمة في الواقع شكلت نقلة نوعية لماذا؟ لو لاحظنا مثلاً بأن صدرت نظام عقوبات التعذيرية وغيره أدى هذا إلى الانتهاء من تباين الأحكام لأن في الماضي ممكن في واقع واحدة يحكم اثنين قضاة بعقوبات مختلفة على نفس الواقع الآن أنتهت أو تم الحد من سلطة التقديرية للقاضي القاضي يمارس القضاء ولا يمارس التشريع وبالتالي هناك نصوص موجودة في النظام والقاضي يطبق هذا النظام فأنتهت تباين في الأحكام أنتهت أيضاً طول الفترة الزمنية للتقاضي بالأول كانت الفترة تطول والسبب أن القاضي أمامه واقعة وليس أمام نص نظامي للحكم على الواقعة فيقضي وقت طويل في البحث في كتبة الفقه وغيرها حتى يستطيع الوصول إلى فهذا أيضاً انتهى بموجب صدور هذه الأنظمة أيضاً أصبح بالإمكان التنبؤ بالأحكام يعني أي شخص يقرأ النظام يستطيع أن الفعل الفلاني هذه الوقوفة حقته تنتهي فهذه تمثل حتى النقلات النوعية لو جينا لنظام مثلاً الأحوال الشخصية الذي يعنى بالزواج والطلاق والهبة والوصية والأطفال والحضانة والإرث نظام كبير كما ذكرت 720 مادة هذا يعني منح الزوجة فسخ عقد الزواج من طرف واحد في حالات معينة أيضاً منع زواج القاصرات إلا بإذن القاضي وإذا ثبت أيضاً مصلحة لهذا القاصر أيضاً من الملامح الرئيسية التي تبثل نقلات نوعية في هذه الأنظمة الأربعة التي صدرت نجد موضوع القوى القاهرة أو قواعد القوى القاهرة نحن شفناها أيام كورونا يعني هنا يعفى تنفيذ الحكم كلياً أو جزئياً إذا كان غير ممكن تنفيذ هذا العقد وبذلك حل مشكلة كبيرة وهذا المشاكل ممكن تحدث في المستقبل وإن شاء الله ما تحدث ولكن وجود نص نظامي يرتب لهذا الموضوع يكون يعني موجود وعلى الدكتور أيها نقطة الأخيرة التي تمثل نقلة نوعية في هذه الأنظمة نجد في نظام الإثبات عادة في النظام السابق كان هناك سبع وسائل للإثبات الكتابة الإقرار اليمين الشهود المعاينة الخبرة الآن أضيف السجل أو البيانات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني الوسائل الإلكترونية البريد الإلكتروني فكل هذه مجتمعة مثلت نقلة طبعا هنا كما ذكرت هذه الأنظمة مواد كبيرة جدا ولا أسبح الوقت بالاسترسال في هذا المواضيع لكن بصفة عامة أدت هذه الإصدار هذه الأنظمة وتعديلات على أنظمة أخرى وعليات عمل الوزارات أدت إلى ترسيخ العدالة والشفافية وأنعكس هذا في المؤشرات الدولية لتصنيف المملكة وهذا شيء مهم جدا في الأعمال التجارية والاقتصادية هناك المنتدى العالمي الاقتصاد دافوس وغيره تصدر تقارير لتصنيف المملكة والحمد لله الآن المملكة ارتفع تصنيفها ووصلت إلى مراكز بتقدمة مثلا مواعمة الأعمال القضائية للأعمال الإلكترونية هذا شيء جميل جدا وغيرها استقلالية القضاء أو أود أتوقع فينا بس التزاما بالوقت ومرة أخرى شكرا جزيلا على تنظيم هذا الملتقى وشكرا لدعوة السلام عليكم رحمة الله وبركاته انطلاقا من تأكيد رعاية المؤسس رحمه الله للحقوق مرورا برسم التشريعات ودورها في إحقاق الحق وإرساء دعائمه انتهاءا بالضمانة الواردة في المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي للحكم والتي جاء فيها مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ستبقى هذه البلاد بإذن رب العزة والجلال راعية للحق مناصرة لأهله أتقدم بالشكر الجزيل لصاحبة السمو الأمير الدكتور الجوهر بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن ألسعود ولمعالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس جامعة الأمير ميقرن على ما تفضلوا به من أطروحات ضافية الشكر مرة أخرى لراعي الملتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود والشكر موصول لأصحابي وصاحبات السمو ولأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة وللحضور الكريم وشكر خاص لجامعة طيبة وكلية الحقوق في الجامعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لسعادتكم على حسن إدارة هذا الملتقى وشكراً للفضول الكريم على حسن الاستماع واستقطاع هذا الوقت الثمين من وقتكم لحضور هذه الندوة ندوة الملتقى والشكر موصول لجميع من حضر وسمع ولكل من حضر لهذا الملتقى ونظم لهذا الملتقى وأسألوا التوفيق النجاح والسداد للجميع بإذن الله وشكراً لجامعة طيبة الطيبة الذي دائماً كريمة وتصطيف كل الملتقيات وكل المنتديات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة